ترجمة نانسي قنقر مما فتح آفاقا واسعة أمامها لأداء دورها بحرية ومهنية دعم كبير وتقدير لدور الصحفة الوطنية والعاملين في القطاع الصحفي والإعلامي من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والذي يؤكد دائما خلال خطباته السامية على الدور المهم الذي تقدمه الصحفة في المجتمع وما لها من دور في إبراز المكتسبات الوطنية وكان آخرها كلمته السامية بمناسبة اليوم العالمي للصحفة الذي جدد جلالته من خلالها اعتزازه بعطاء الكوادر الصحفية والإعلامية الوطنية التي تؤدي واجب صون أمانة الكلمة بموضوعية ومصداقية ومهنية في ظل مناخ ديمقراطي عصري ومنظومة دستورية وقانونية متطورة تكفل آليات التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية وأمان واستقلالية الدعم المتواصل واللا محدود من لدن صاحب الجلالة المعظم خفضه الله ورعاه يحكس إيمان جلالته بالدور وتأثير الرسالة الإعلامية في نهضة الوطن وتقدمه وهو ما عبد الطريق أمام الجسم الصحفي والإعلامي لممارسة عمله ونشاطه خدمة لوطنه وإيمانا برسالته الصحفية الإعلامية التي يقوم بها على كافة الصعود